مبارح كانتين امتحانات الثانوية العامة للمواد اللي بتضاف للمجموعة طلابنا مبارح امتحنوا اللغة الأجنبية الثانية اللي هي الفرنسية والألمانية الحقيقة كان فيه حالة ارتياح عامة عنده طلابنا من الامتحان الطلاب قالوا انه كان امتحان سهل ما كانش فيه أسئلة معقدة البعض قال ان الأسئلة المقالية يعني كانت محتاجة شوي التفكير وده أمر طبيعي في أي امتحان لكن في المجمل الامتحان كان متوازن وطلابنا خرجوا مبسوطين منه حقيقة انه طول الوقت احنا بيبقى عندنا مشكلة لما كنا بنمتحن بقى سرواية العامة ان احنا كنا دايما طول الوقت بنفكر في الامتحانات اللي فاتت عملنا ايه وحلينا ازاي بس دي كانت من اوحش الحاجات ومن ابشع الغلاطات اللي كنا بنعملها الحقيقة النصيحة مهمة جدا 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 للطلاب دلوقتي وحتى أولياء والأمور ان هما ما يفكروش في اللي فات وما يبعدوش يفكروا لدهم باللي فات يعني ان كان اللي حل كويس خلاص برضو ما يتطمنش قوي واللي حاس ان هو مش حال الأحسن حاجة بعد الشر طبعا برضو خلاص ما تفكرش في اللي فات حاول ان انت تبتدي تركز أكتر في اللي جاي خلاص طبعا الطلاب امتحنوا اللغة العربية واللغة الأجنبية التانية نلبقى الصفحة ونركز في اللي جاي لانه يوم السبت هيكون امتحان الفيزياء للشعبة العلمية ربنا معاكم وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية يعني معاك ثلاث يام كاملين تقدر فيهم انك تلم المنهج ترجع كويس لو فيه اي دروس فيتاك حاول انك تفهمها بهدوء وتركيز حاول تلم المنهج كده زي ما كنا بنقول بشكل هادي جدا ومركز وبسيط تحاول انت تحل امتحانات كتير حاول تبص على الامتحانات اللي فاتت تحاول ان انت الحاجات المهمة او الاكثر اهمية اللي انت عارف او تقلق عليها طول السنة حاول تركز عليها منتهى الهدوء في الحقيقة امتحان الفيزياء تحديدا يعني على مدار السنوات الطويلة الماضية هو الامتحان الاصعب بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية اللي بيخافوا منه يعني ما كانش فيه شكاوي كتير من الكيميا والاحياء دايما الفيزياء هي دايما المتصدرة على أي حال عايز أقول أن في منصات إلكترونية كتيرة وفرتها وزارة الترابية والتعليم الطلاب يقدروا يذكروا منها كل المواد يعني ده مثلا أوبشن ما كانش موجود عندنا كان عندنا الكتاب المدرسي كان عندنا الكتاب الخارج كان عندنا دروس خصوصية مجموعات تقوية لكن النهاردة الإنترنت توفر كل حاجة عندنا موقع وزارة الترابية والتعليم بنك المعرفة وبت المناهج منصة المذاكرة الرقمية منصة التعليم المصري حتى القناة تلفزيونية بتاعة وزارة الترابية والتعليم منصة مدرستنا على اليوتيوب عندها كل المناهج والشرح وافي وكامل لكل سؤال ممكن يخطر على بالك ده بيساعد كتير جدا طلبنا أنهم يرجعوا كل المواد وأنهم يوصلوا لليهم عايزينه بطريقة سهلة وبطريقة سالسة وما يكونش للطالب أي رهبة من دخول الامتحانات موضوع الفيزياء دفعني يا مصطفى كانت حدوثة خوف أه والله ده حقيقي ده حقيقي بس طول الوقت يعني بس هقولك على النصيحة أنا يعني همشيت عليها قبل امتحان الفيزياء أنا كان إحنا كان عندنا بقى عارف رهاب أثري أصلا من الفيزياء يعني أساسا مو معند عقدة من الفيزياء ده ده حقيقي أه فكانت معقداني أنا كمان فكان عندي خوف رهيب من غير حاجة يعني من غير أصلا ما بقى خايفة معيني بالعكس أنا فهم المادة كويس جدا وبذكرها بقى لي فترة وما فيش أي مشكلة بس أنا خايفة منها من كتر مكانة مرة خايفة مني مرغم أن الفيزياء علم ممتع بس هو فعلا ممكن يبقى صعبة في أسئلته صعبة في أجوبته يعني ما هواش ثلث في المدرس لا صحيح والله بس هقولك على حياتي كان عندنا مدرس طبعا يعني في المدرسة كان لحد النهار ده أنا فاكراه وكان اسمه أحمد نوار يعني كان فعلا من يعني نموذج للمدرس اللي فعلا بيراعي ربنا في شغله وكان طول الوقت كان حريص أنه هو إياه يحل معنا امتحانات حتى في الأوقات عارف فيها وقت كده نبقاش بنروح فيها المدرسة وبيبقى خلاص فلأ كان طول الوقت بيتابع معنا وطول الوقت بيحاول يوفى همنا المعلومة ويسهلها لنا وبعدين ابتدى يعني لما كنت ابتدأت اتوتر كده في الآخر شوية قال لي وانت متوتر لي يعني أنا الأول الدني امتحان حلته وبعدين حلته كويس الحمد لله طب انت متوتر لي موضوع سهله موضوع سهل وبسيط ما فيوش أي حاجة حلت امتحان في الثاني في الثالث لقيت أن أنا فعلا عارفة تعامل حتى لو حاجة مش فاهمها قوي مش فاكرها قوي عارفة تعامل فاهمة يعني عندي السنس بتاهم انت فاهم خلاص فعلا الحاجة اللي انت ذكرتها واشتغلت عليها ده حقيقي لما جيت دخلت الامتحان حليت امتحانات كتير قوي والحمد لله ربنا يعني كرمنا يمكن هي دي اللقطة دي حقيقة فعلا جيت درجة كويسة جدا فعلا في الفيزكس يا كتن أحلى الدرجات اللي أنا جبتها أنا فاكرة فأهم حاجة الهدوء أهم حاجة الهدوء ثقة بالنفس تبقى واثق في نفسك على قد ما تقدر حاول تحل امتحانات كتير بلاش حد يجي يقول لك معلومة جديدة ويحاول يوصلها لك يقول لك أنت مذاكرتش دي لا ركز على دي بعد إذنكو بهدوء أحلوا امتحانات بلاش أولياء الأمور يخوفوا ولادهم أنا كان جزء من مشكلتي إن كانت بجد مما كانت متوترة من الفيزكس فكانت رعباني منها فبلاش ده اللي زاكر زي ما نقول كده اللي زاكر زاكر دلوقتي وقت إن احنا نأكد على اللي احنا مذاكرينه ووقت إن احنا نهدى ونخش الامتحانات وإحنا أعصابنا هادية شوية عشان نعرف حتى نفتكر ونعرف نركز ونعرف حتى نحل اللي قدامنا طبعا أنا مقدرة جدا 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 الحالة النفسية والتوتر اللي كان عند الطلاب بالزبط كده أو أولياء الأمور أمه معذورين طبعا طبعا ده أكيد وربنا يعني ربنا معيك وربنا يساعدك إن كان برضو الطلاب أو أولياء الأمور كل وربنا يدي كل طالب على قد تعبه وغهده طول السنة وإن شاء الله يعني خيارنا نفكر تفكير كده إيابي يا مصطفى الإنتحالات قربت تخلص فخلاص إن شاء الله تمر لفترة الإنتحالات على خير طلاب يخلصوا من المرحلة دي عشان تبدأوا مرحلة جديدة في حياتكم وتبدأوا الأجازة صحيح صحيح على أي حاجة وتدخلوا الكليات اللي أنتوا عايزين وتبسطوا أهليك وده الأهم بإذن الله طبعا بتصبح على حضراتكم وراء تانية صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر